أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأنه كان يظن بأنه قام بحس المباراة بعد الهدف الثاني ولكن الأهلية غير الأمور بعد تسجيله هدف تقليص الفار حيث صرح أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة قائلا فينيسيوس قدم مباراة كبيرة فهو يحب أن يلعب كرة القدم أينما كان واليوم قدم أفضل ما لديه على الإطلاق وسجل هدف رائع وأضاف المباراة مرت بكثير من التغيرات وكنا نعتقد أننا أنهينا اللقاء بعد الهدف الثاني وهو ما لم يحدث خاص بعدما استقبلنا هدفا من الأهلي وأتم تنتظرنا مباراة صعبة أمام الهلال السعودي فهو فريق يلعب بشكل جيد ووصوله إلى النهائي كان مستحقا وعليك أن تحترمهم فهم يتمتعون بصفات فردية جيدة وسيكونون متحمسين للعب في النهائي فعاد ما تجمع المباراة النهائية بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية لكن لحسن الحظ أن هناك تطور كبير وهذا أمر جيد كما أكد أنشيلوتي من خلال تصريحاته عن استدعاء الثنائي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو للمباراة النهائية أمام الهلال حيث صرح أنشيلوتي قائلا بنزيما وميليتاو سيأتون غدا للتدرب معنا في المغرب وأن بنزيما جاهز للمباراة ولكن الشكك تحول حول مشاركة ميليتاو أمام الهلال وأعتقد كذلك أن الثنائي أسينسيو كافخالس يكون جاهزان وأضاف كورتوا سيعود ضد أوسسون عقب نهاية الأسبوع المقبل فهو لن يستطيع المشاركة في النهائي اشتركوا في القناة